مشاهدينا ننتقل الآن إلى تقريرنا الثاني وهو حيث شهد أمس مسرح قصر الثقافة بالشارقة العرض المسرحي صولو تأليف أخراج محمد الحر زميلتنا عبير جلال زارت وشاهدت هذا العرض وعدت لنا كذلك هذا التقرير انتابع صولو هو العرض المغربية الفائز بجائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي في الدورة العاشرة من مهرجان المسرح العربي والذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في تونس وقد احتضنه مساء الأمس مسرح قصر الثقافة بالشارقة كثاني عروض ليالي أيام الشارقة المسرحية في نسختها الثامنة والعشرين ويقدم لجمهورها احتفاء بتميزه وأفضليته العرض من إنتاج فرقة أكون أو لا أكون للثقافة والفنون المغربية وهو مقتبس عن رواية ليلة القدر للكاتب والمفكر المغربي طاهر بن جلون وبطولة آمال بن حدو هاجر الحامدي سعيد الهراسي ومن إخراج وإعداد محمد الحر الأدوار التي أعديها في مسرحية صولو هي أربعة أدوار دور الأم دور الأخت دور الجلسة في الحمام ودور صاحبة دار الفتيات الممر مبين الأدوار دراميا كان معقد شيئا ما لأنه الوقت أو المسافة الزمنية كانت قصيرة من حيث تغيير الملابس وتغيير صوت شخصية وتغيير الآتتود تبع الشخصية بالمسرحية لكن بفضل الاشتغال والتداريب المكثفة اللي قمنا بها والعدد العروض اللي قمنا بها خلال الأمر يكون أسهل شوية في العرج اليوم منظومة سمعية بصرية طرحت بشاعرية وجمالية في الفضاء المسرحي تحولات درامية مركبة بحثا عن الحرية من خلال معاناة زهراء أحمد الذي يجسد شريط ذكرياتها الشخصي بتفاصيله وشخصه المختلفة تحت سقف المحظورات والممنوعات المجتمعية الشرقية بتراكمياتها وأشكال مسمياتها ومسبباتها ومفرزاتها اللامنطقية على المدى المتوارث وفق منظور الرؤية الدونية للأنثى لعبة الجوج ديال الأدوار دور الأب ودور القنصل الأب اللي أعطار في البنته أنه غلط في حقها وأنها ممكن تعيش على أساس أنها فاتت في الوقت اللي معيشها وعشرين سنة على أساس أنها دري هاتشي كله وقع في ليلة القدر والشخصية الثانية هي الشخصية ديال القنصل الرجول الأعمى اللي تيدرس الأطفال الصغار القرآن الكريم اللي القراصو أغرمة بزهرة في ظروف معينة رحشات تواف المسرحية قلت شي مرة كنشوفني في وسط المرأة ما كنعرفني بالدور ديال زهرة زهرة اللي هي أحمد علش زهرة أحمد حيث كبرات في واحد العائلة مع واحد الأب متزمت متشدد سالفي لا بغينا نقوله وكان كيحلم أن يكون عنده ولد ولكن للأسف ما نجيبش أولاد ونجيب غرى البنات ومن بعد كان الحلم دياله أنا ونجيب داك الولد ومن بعد هديك زهرة رباها على أساس أنها ولد من بعد زهرة خرجت لواحد المجتمع اللي هو دكوري ولقات رأسها أنها كتنتقم جميع النساء من هذا المجتمع الدكوري كتنتقم من الفحولة من الرجولة ديالهم المتشددة المتسلطة على النساء صالو حالة مسرحية إبداعية ورحلة بحث للتلاقي في بقعة الحرية الإنسانية كفضاء مشترك بين عالمي الذكورة والأنوثة معلية الصرخة لوقف كل أنواع وأشكال العنف ضد المرأة آه يا ها لولا وأنت أشوف لي أشوف شوف 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 شوف